أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مساري وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدة الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة جاء ذلك خلال استخبال الرئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات حيث ركز اللقاء على الأوضاع الإقليمية كما حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسط دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية وفي هذا الإطار أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام وفي هذا السياق در حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين حيث أكد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريقة للاستقرار والتنمية والازدهار وفي هذا الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن عضاء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزاز بلادهم بالشركة لاستراتيجية راسخة مع مصر مثمنين دور مصر والرئيس عبدالفتح السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرسائي السلام والاستقرار ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنصيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صلح السلم والأمن على المستويين الأقليمي والدولي